موسيقى حبائي من أورشاليم القدس خلف جبل الزيتون أيضا جبل صهيون كان يسوع المسيح في العلية مع التلاميذ وقال أمور عظيمة جدا أعطى شيئين جديدين من خلال وجوده في العلية في العشاء الأخير مع التلاميذ أخذ طبعا اتناولوا الفصح وأيضا كسر الخبز وأعطى الكأس للتلاميذ قال هذا هو العهد الجديد بدمي المسفوك من أجل مغفرة الخطايا طبعا هذا هو دمي للعهد الجديد هذا عهد جديد عهد قديم العهد كان لازم يختم بالذبيحة فكانت تقدم الذبائح وأيضا يسفك الدم والدم طبعا هو اللي كان العلامي بحيث أنه شعب الله دخلوا هذا العهد من خلال طبعا الاختتان وأيضا من خلال الذبيحة التي كانت تكفر أنهم أبناء العهد اللي كان لازم يقدموا ذبيحة النبي إرمية قديما قال أنا صانع عهدا جديدا بيتكلم عن العهد الجديد من خلال شخص المسيح يسوع هذا العهد الجديد عندما طبعا أعطى الكأس وهون ابتدى شيء مهم جدا بالتحدث مع التلاميذ أنه في عهد جديد والمسيح هو رأس العهد والعهد عادة بيكون من طرف واحد الله صنع هذا العهد مع رأس العهد أنت وأنا علينا إما ندخل هذا العهد أو نرفض هذا العهد في العهد القديم الكلمة بريت كارات بريت يعني قطع عهدا في العهد الجديد فيه كلمتين فيه سونثيكي اللي بتتكلم عن عهد بين طرفين وفيه داياثيكي اللي بتتكلم عن عهد من طرف واحد الله قدم ذبيحة المسيح وهذا طبعا الختم تم من خلال العهد الجديد بدم الرب يسوع لمغفرة الخطايا فإما أن ندخل هذا العهد نحصل على كل بركات الله وكل الامتيازات من خلال شخص المسيح أو نرفض هذا العهد نرفض يسوع المسيح طبعا بتحل الضربات واللعنات كما يقول الكتاب المقدس أيضا في العلي يتكلم عن وصية قديمة حديثة طبعا أن تحبوا بعدكم بعضا كما أحببتكم أنا وصية جديدة أعطيكم هذه المحبة أحبائي في قلب الله وطبيعة الله كان يجهلها الناس لكن هذه المحبة ظهرت من خلال شخص الرب يسوع المسيح لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا قال الرسول يحنى يا أولادي انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله إنها محبة فدائية كلفت دم يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي من أجل محبته الشديدة لنا فالكتاب المقدس هو عبارة عن وسيطين تحب الرب إلهك وتحب قريبك مثل نفسك هذه الكلمات الأخيرة كان لازم يتركها الرب يسوع مع التلميذ ومن خلال هذا العهد أصبحنا في عهد جديد خليقة جديدة ملكوت جديد اسم جديد طبيعة اللي اتغيرت أخذنا طبيعة المسيح وأصبحنا في عهد جديد وتستمر هذه المحبة فينا لأنه شخص المسيح ساكن فينا أنا بصلي اليوم إذا أنت بعدك متردد إنه فعلا تختار تدخل هذا العهد وتحصل على بركات الله على الحياء الأبدية تختبر محبة الآب حتى تستمتع بالغفران وتستمتع بقوة هذه المحبة المضحية المتفانية المكرسة المحبة التي تغيرنا لنكون على طبيعة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر